نوروس اف ام 93.5 Keep it with you Everywhere you go وحتى انتو كما تستثمروا في عمل الخير وطالب يستثمر فيه اذا شكرا فادي اهلا وسهلا فيك في الستوديو ورح نحكي عن المنطقة الصناعية الزراعية اللي موجودة في اريحة واحد معالم صارت اريحة والمتمنى لها كل خير ننتقل اليوم لملف مهم جدا المنطقة الصناعية الزراعية ومن وجهة نظر طبعا المستثمرين ومنقول الاستثمار مهم جدا الاستثمار هو تثبيت في الارض وهو نضال بكل معنى الكلمة حتى نحافظ على الارض على الهوى على نقلق فرص عمل نحافظ على هويتنا الاقتصادية والهوية الوطنية بكل معنى الكلمة هذه المنطقة رح ندردش عن كيف دخل الها الاستثمار من خلال طبعا ضيفنا العزيزة ممثل المصانع في هذه او الشركات في هذه المنطقة الاخ فادي بكير اخ فادي طبعا انت رجل اعمال وكيف كانت البداية الانضمام لهذه المنطقة يا سيدي كمان مرة منقول لكم يسعد صباحكم وصباح جميع المستمعين نعم نوجه من خلال اذا عدكم الحبيبة تحياتنا لكل ابناء الشعب الفلسطيني في كل اماكن تواجده طبعا كمان نتمنى للجرحة ونترحم على الشهداء اسمح لي بداية انه احنا كمدينة صناعية في مدينة اريحة هذا معلم جديد موجود في مدينة اريحة وصراحة يبدو انه يعني فيه يجب العمل عليه بطريقة اكثر واكبر بحيث انه يصبح معلم اقتصادي في مدينة اريحة الكل بعرف انه مدينة اريحة هي مدينة مدينة اثرية هي اقدم مدينة في العالم ولها دلالاتها السياحية لكن بما انه احنا بنحكي اليوم على معركة مع المحتل على التواجد الفلسطيني في مناطق الاغوار الفلسطينية يأتي هذا معلم لا يستهن به وهو معلم مهم جدا تماما لوضع الاستثمارات الفلسطينية في هاي المدينة ونحن نقول في هاي المدينة ونحن نقصد الاغوار لانه اريحة هي تمثل الاغوار ومناطق الاغوار الفلسطينية وهي بالعكس هي البؤرة البوصلة لهذه المدينة نعم تشكل 23% مما ستنضفه الاحتياط نعم فالاستثمار في هاي المدينة هو مهم جدا تماما وكون انه احنا بدنا نرد الان على الهجم الشرسي اللي عملوا بشلنا عليها الاحتلال انا ما بدي احمل الاحتلال كل الامور لكن بالنهاية بما انه هو بفرض علينا قرصني في المجال المالي وبيفرض علينا قرصني الان في المناطق الفلسطينية والجغروفية الفلسطينية فنحن نعتبر انه الاستثمار في زي ما تفضلت اقونا انه الاستثمار في مدينة اريحة هو الحفاظ على هوية الفلسطينية للاغوار الفلسطينية وبالعكس تماما انه الرد على هاي الاجراءات الاسرائيلية والتعسفية العملوا بيقوم فيها هي دعم الاستثمار كما شفنا شيء إيجابي اللي هو بيت الأجداد وأنا بتمنى أنه مدينة أريحة وهي مدينتنا أصبحت ونحن اليوم هي بيتنا الثاني طبعا إحنا أنا سكن في القدس كل احترام طبعا كلنا من القدس نعم تمام كل الشعب الفلسطين تواجد الدائم في مدينة أريحة لذلك يعني يجب علينا أن نعرف عن معلم اقتصادي جديد وهو مدينة أريحة الصناعية الزراعية وهي موجودة في مدينة أريحة وفي الأغورة الفلسطينية نعم أنت كرجل الأعمال كيف وصلت وكيف كانت البداية لأن تنضم لهذا المشروع اللي كان في البداية منطقة كانت جردة زي بحكوها صحرة واليوم بدأت تنبنى شوي شوي كيف كانت البداية ونحكي على مشروعك أنت بالذات أخي فادي طبعا إحنا هي مدينة أريحة الصناعية الزراعية بدأ العمل فيها يعني كانت من عام 2012 طبعا الفكرة كانت قبل ذلك إلا أن الفكرة بدأت تتبلور على الأرض في عام 2012 في رسم الحدود والخطوط الأولى للمدينة الصناعية وتخصيص الأراضي إلى ما ذلك من تأسيس بنية تحتية وكل الأمور هاي عن طريق طبعا ولا ننكر هون دور الحكومة اليابانية في تقديم المساعدات اللازمة والمنح من أجل دعم هذا المشروع على مشروع ممر السلام المدعوم من الحكومة اليابانية المشكورة وطبعا تم بالألفين واثناش تحديد هاي المدينة هاي المنطقة عفوا بالحدود الجغرافية تبعتها وبدأ العمل في البنية التحتية وتم عمل دعاية وإعلان أنه من يريد الاستثمار في مدينة أريحة بأنه هناك بنية تحتية جاهزة للعمل وهناك دعم حكومي عن طريق المؤسسات الحكومية بتوفير جميع الإجراءات وجميع الترخيص اللازمة من أجل إنجاح هذا المشروع بالإضافة إلى وجود منحة يابانية مقدمة للمشاريع العاملة بما لا يتجاوز 500 ألف دولار لأي مشروع يعني يثبت أو يقدم الأوراق المطلوبة ويكون ضمن المواصفات وطبعا الحمد لله رب العالمين إحنا موجودين من 2014 يعني تماما منذ مراحل التأسيس يعني لا يخفي على أحد أنه في أي مدينة أو أي شيء في بدايته هو بداية بتكون صعبة جدا والمدينة الصناعية واجهت العديد من الصعوبات بصراحة على جميع الأصعيد لأنه ما كانش إحنا لسه مش موجودة لدينا فكرة المدن الصناعية لكن إحنا أنا بعتقد ودائما بقول وبحكيها في كل المحافل إنه إحنا كشعب فلسطيني استطعنا إنه نساعد كل الدول العربية والصديقة يعني ببناء اقتصادهم ونبنيها نعم تماما لكن يجب إنه إحنا الآن تتكاثف الجهود من أجل بناء اقتصادنا بناء الاقتصاد لا يأتي في الشعارات بناء الاقتصاد والوطن لا يأتي بالخطب الرناني بناء الاقتصاد الوطني يعني يستدعي مننا العمل والعمل الحثيث من أجل من أجل رفعت هذا الوطن دخولنا فوراً يعني أنتو حطيت مشروع نحكي على مشروعك أنا قصدت بس نعم أكيد قصدت في الاحتلال أنا كمان مرة برفض تماماً إنه إحنا نرمي على علاقة الاحتلال أنا قصدت في الاحتلال إنه هذا بستدعي مننا كشعب فلسطين إنه نضاعف الجهود يعرف عليها مش إنه الاحتلال سبب فشل أي شيء في هاي البلد إنه بوجود احتلال إحنا لازم نكون عندنا جهود مضاعفة لبناء الوطن ونكون متماسكين أكثر الآن زي ما أنت تفضلت أخونا ندخل في المدينة الصناعية بالضبط تماماً هناك كان شعارات رنانة كان هناك خطب جميلة جداً هل أغرطكم أنتو كانت؟ أكيد طبعاً يعني إحنا لما أجينا إحنا زي ما تقول كل الشركات والمصانع والمؤسسات عام للجداوة الاقتصادية لهذه المشاريع زي أنتو مثلاً أكيد إحنا نحكي عن مصنعك يعني خليني نحكي إحنا كشركة المصرع شركة المصرع هي شركة جديدة موجودة في السوق الفلسطيني مشروبات تقوم بعمل المشروبات طبعاً إحنا بصراحة المشروع كان هو أن يكون بديل للمنتجات الإسرائيلية والبضائع المستوردة من الخارج والمستوطنات الإسرائيلية بحيث أنه بالفعل لما أجينا استثمرنا في المدينة الصناعية كان هدفنا مش أنه إحنا ننافس الناس الموجودة في السوق الفلسطيني وليس خوفاً من المنافسة لكن إحنا جاينا نوجد إشي جديد في السوق الفلسطيني ونمد أيدينا ونتعاون مع الشركات الموجودة في هذا المجال من أجل زيادة أو منع الاستراد من الخارج لما عملنا الجدوى الاقتصادية أثبتت الدراسات وهذه كلها موثقة في الجهات الحكومية أنه إحنا نستورد ما قيمته 68 مليون دولار سنوياً فلسطين تستورد ما قيمته 68 مليون دولار سنوياً مشروبات وعصائر 60% من هذا الرقم يأتي من إسرائيل فكان لابد من أنه إحنا نوجد إشي بديل اللي إحنا اشتغلنا عليه اللي هي مشروبات غازية متعددة الأطعمة اللي هي بديل للشويبس اللي موجود في الأسواق الإسرائيلية طبعاً في عبوات لترو ربع وعبوات زجاجية وأيضاً قمنا في تصنيع نعتبر المصنع الأول فلسطيني اللي بيصنع هذه المشروبات متعددة الأطعمة بتل بتل إيش المشروبات؟ يعني منك عملنا على فراولة طبعاً مشروب غازي فراولة بيطعم الفراولة بطعم التفاح والنعنع بطعم التفاح الأخضر بطعم العنب بطعم البرتقال الشاي كمان نعم هلأ نعتبر المصنع الأول فلسطيني والتاني في الشرق الأوسط الذي يصنع الشاي البارد وهذا كمان مش موجود في السوق الفلسطيني فإحنا حاولنا نروح على أصناف جديدة بالإضافة للأصناف الموجودة من باقي الشركات الوطنية الفلسطينية اللي هي موجودة في السوق الفلسطيني والحمد لله رب العالمين يعني طبعا أنا ما أبدأ بعد عناق شديد في هذه المدينة الصناعية بضائعنا اليوم موجودة في الأسواق الفلسطينية والحمد لله رب العالمين الآن إحنا بنعمل على إيجاد منتج جديد وهو منتج 15% فاكهة يعني مثل كابي وبديل لتبوزينة أكيد أنا ما بقول مثله أحكي على بداء الصنع إسرائيلية ومستوردة من الخارج بالضبط إحنا اليوم لما إحنا بنحكي على بضائع مستوردة من الخارج فإحنا بنحكي عملنا على أنه أموال فلسطينية عملها بتنقل إلى الخارج عرفت علي لأنه البضائع المستوردة وكلنا بنعرف شو يعني استيراد يعني أنت بتدفع العملة الصعبة للخارج وإنت بتيجي هون بتبيع عندك طبعا أنت ما بتخلق ولا إشي بالعكس تماما أنت بتصدر الأموال والسيول النقدية بتصدرها للخارج وبتخليه أنت أمام خيارين صعبين أنك أنت بدك تنافس عشان أنت تنافس كمنتج فلسطيني يجب أنها تتوفر عدة أمور عشان أنك أنت توفرها وهذا اللي هي منيجة هلأ هون اللي إحنا بنصدن فيه بالدورة الحكومية في توفير الأشياء اللي هي من شأنها أنها توفر علينا في كلفة الإنتاج خلينا نلتقي أنه أخي فادي هون بالنقطة هاي يعني حكيت كلام كتير مهم جدا الكلام هو عبارة عن رؤية ويعتبر أنه لازم رؤية وخطة أي حكومة موجودة فلسطينية إنها تحاول توفر فرص العمل من خلال مشاريع تقييم مشاريع تشجع المشاريع وتحافظ عادة المال يظل موجود وهم شيء فرص عمل تخلق فرص عمل هذا الحكي إحنا لو جينا النموذج اللي إنت مريت فيه أنا أخذت النموذج عشان تحكيه بشفافية وبصدقية وإذا بنسحب على أكيد رح ينسحب على كتير من الشركات الشريكة الموجودة في هذه المنطقة دخلتوا بهذه الحوافز دور الحكوم لازم تحط البنية التحتية توفركم كل الالتزامات اللي قطعتها الآن بصراحة خلينا أنا بحكي في صراحة وبصراحة مطلقة الآن يعني زي ما تفضلنا وتتبع الكلام اللي أنا حكيته الآن إنه لما أنت بتيجي بتحكي على شركة فلسطينية أو مصنع فلسطيني يعني أنت بتوفر أيدة عاملة الأيدة العاملة هي يعني أنت بتقلل من نسبة البطالة أنت عمالك بتوجد منتج فلسطيني بالنهاية المصنع هذا يدفع ضرائبه للمالية الفلسطينية فأنت بتعمل الاقتصاد فلسطيني داخلي لكن لما بكون في عنا فش عنا مقومات لهذا الاقتصاد أو خلينا نقول فش عنا مقومات أو إشي ما يدعم هذا الاستثمار وإحنا هون بنقع أمام مشاكل كبيرة خلينا نحكي إنه إحنا الآن بنحكي عن مدينة أريحة الصناعية الزراعية وأنا ما بدي أحكي الآن بإسم المصر أنا بحكي الآن بإسم المستثمرين نحن في مدينة أريحة الصناعية الزراعية نعاني من جم من المشاكل خلينا نأخذ نقطة رقطة وآمن المشاكل تمام إحنا البداية يجب أنه جمهورنا الفلسطيني ومستمعينا الفلسطيني يعرف أنه في عنا تقريبا الآن في المدينة الصناعية عبارة عن 16 شركة ومصنع منهم 12 عامل منتج نعم ويقوم بالعمل بتقدر تعطينا فكرة عن هاي المصانع نعم تماما يعني مع الضبط إحنا عنا اليوم اللي هي شركة عنا خلينا نبدأ بشركة ريحانة شركة ريحانة وهي تقوم بتصنيع البطاطة الفروزين بطاطة المفرزة طبعا بديل لكتير بضائع إسرائيلية وبضائع مستوردة عنا كمان اللي هي شركة أوستري شركة أوستري بتقوم في عمل أطباق البيض وهو أول مصنع برضو فلسطيني يقوم بهذا الشكل كرتوني يا لتبا بالضبط وهو إشي بيئي يعني بيجيب بعمل عملية إعادة تدوير الكرتون الموجود في عدة مصانع من الكرتون الموجود عنا صديق للبيعاء في عنا الأورو متوسطية بتقوم في عمل اللي هي النقاريش والبيزر والشغلات من هالشكل في عنا مصنع FMH اللي هو يقوم في عمل استريتش والنايلون في عنا مصنع بلوليا اللي هو عنده مكملات غذائية وحاصل على عدة شهادات دولية منها آخر الإشي اللي هو أفضل مشروع حلال كان موجود وحصل عليه في عنا بيبر بالو الذي عنده براءة اختراع في تدوير سعف النخيل وعمله ورق محارم في عنا مصنع أزليسون للدواء في عنا واد القمر للتبكيت وحفظ التمور وفي عنا FMFood اللي هو بصنع الملح في عنا شركة المصرة اللي هي بتقوم في مشروبات عنا مصنع سلية المشروبات الطاقة في عنا طبعا في عنا Choice اللي هي محارم معطرة ومبللة وفي عنا مشروع برضو اللي هو King of Dom اللي هو بيقوم في عملية تدوير عفوا سوريا بتقوم في عملية تحويل التمر إلى سكر بطريقة جديدة يعني طبعا أنا ما ذكرته هو 16 مصنع تقريبا لكن احنا في عنا فعليا عاملين 12 مصنع الآن إذا احنا بدنا نحكي بالضبط المشاكل الموجودة نحن على المشاكل بعد فاصل أكيد معنا مشاكل بعد فاصل المشاكل اللي طبعا بتواجه المستثمرين في المنطقة الصناعية زراية في أريحة أخي فادي يا ريت اللخصها طبعا إحنا بنحكي عملنا عن مشاكل اللي هي مشاكل خلين نحكي اللي هي مشاكل بصراحة اللي هي مشاكل في بنية تحتية يعني إحنا استضمنا زي ما أنت تفضل تماما حضرنا الجدول الاقتصادية وحضرنا كل شيء حضرنا المال كم بالضبط تماما بدأنا في الاستثمار لكن استضمنا في عدم وجود بنية تحتية ملائمة لهذه المشاريع من أهمها اللي هو أولا عدم وجود في بداية المشروع كان عدم وجود قدرة كهرباء كفاية عدم وجود مي بعدين اكتشفنا فيما بعد في أثناء عملية الحفر أنه هاي التربة غير مخصصة للبناء أصلا مع أنه كانوا فاهمين أنه هاي البنية جاهزة البنية التحتية هاي جاهزة للبناء بعدين اكتشفنا أنه ما في بنية تحتية للدفاع المدني ما اكتشفنا أنه ما في عنا بنية تحتية موجودة لمياه الصرف للأمطار وكل الأمور هاي هلأ بصراحة بعدين ما كان في عنا يعني خليني نحكي هاي المشاكل اللي هي الأساسية اللي كانت تتوجهنا الآن أنت في كل مشروع لما أنت بتيجي على الأساس أنه هاي الأشياء اللي هي تعتبر بنائس أو خليني نقول ركائز الصناعة مش موجودة فأكيد أي جدوى أنت عاملها ولو كانت نسبتها 100% رح تصطدم في هاي المتحدة يعني أنا احنا كتجربتنا كشركة المصرى لما احنا ما وجدنا البيئة مناسبة أو البنية التحتية مناسبة وبتدرش أنت تتكمل لا ما بتدر تكمل طبعا بدك تتأسس فإحنا قمنا في أعمال تحسين طربي وهذه مش مهمتكم هاي كانت طبعا كانت مفروض أنها تكون هادي جاهزة مش في شركة مطورة أكيد هلأ هون دور الشركة المطورة للأسف الشركة المطورة لم تأخذ على عطقها أي شيء يعرفت علي أنا طبعا ما بدي أدخل في متاهة إيش الحكومة طبعا في هناك عقد امتياز موقع ما بين الشركة المطورة والحكومة الحكومة للأسف ما بدي أحكي حكومة أنا بدي أحكي هيئة المدن هيئة المدن هيئة المدن أن الحكومة هي كلمة مجال واسع هيئة المدن هي العنوان هيئة المدن هي العنوان لهاي المدينة الصناعية ما قامت أنا بعتقد أنه أنا واضح أنه ما قامت بعملها كما يجب في مراقبة الشركة المطورة هل نفذت المطلوب منها من تأسيس بنية تحتية أو لا خلينا قبل أن نحط الأمور ونبني صح إذن هيئة المدن الصناعية مسؤولة على هذه المنطقة الشركة المطورة هي الوسيط ما بين هيئة المدن وما بين المستثمر اللي داخل على السوق أنتوا دخلتوا على السوق موجب عقد موجود مع الشركة المطورة هذا العقد ماليا كيف هل أجار المتر أعطينا فكرة بس عشان الآن الأراضي هي أراضي حكومية أراضي حكومية طبعا أراضي حكومية ما بعرف كيف كما مرى العقد الموجود ما بين الشركة المطورة إحنا مندفع أجار نعم مندفع أجار يعني الأرض الفاضي مندفع تسعة دولار للمتر نعم سنوي طبعا سنوي نعم طبعا بدون خدمات نعم لأن أصلا ما فيش خدمات يعني نعم بس هو بيضيفوا عليك الخدمات نعم الآن تسعة دولار للمتر المربع سنويا والهنقر الجاهز بيدفع سبعتاشر دولار بالمتر المتر متر طبعا يعني لو إيجي نيجي نحسبها إحنا هو بقول لك إنه إحنا موفرين عليكم لكن هاي الأسعار مصدقنا مش موجودة في تل أبيب يعني طب الحوافز اليابانية الحوافز اليابانية هي تمثلت يعني اليابان قدمت العديد من المساعدات لأن أول إشي قامت فيما عمل الشارع الرئيسي اللي هو شارع محمود درويش وشارع اليابان والآن هي عملها بتعمل على أساس إنه تعمل دور دور مع الأردن الحكومة اليابانية ساعدت في بناء البنية التحتية قامت في بناء 12 هنقر بالمدينة الصناعية وقامت كمان بتقديم منح للمستثمرين عشان إحنا نكون حقانين وعادلين قامت بتقديم منح للمستثمرين الآن الشرك المطورة ما بتقوم في عملها كما يجب وللأسف هيئة المدن ما بتقوم في أعمال المراقبة المطلوب منها يعني أنت تخيل إنه مدينة الصناعية مش موجود فيها بنية تحتية للدفاع المدني يعني في حال لا صمح الله لا قدر الله وجود أي خلل الآن أو لا صمح الله وجود حريق في المدينة الصناعية كارثة طبعا أنا اضطريت أن أعمل بنية تحتية اللي هي في أعمال البناء وكلفتني بحدود يعني ما بدنا نحكي في أرقام 60-70 ألف دولار ولما أجينا أكتب الهندسي قال ما في عنا نقاط إطفاء موجودة موزعة في المدينة الصناعية كما يجب لازم نعمل نقاط إطفاء طب أوكي تعالوا نعمل نقاط إطفاء كمان حطينا بحدود 60-70 ألف دولار بدك تنكات اللي هي أنت تحافظ على نسبة مياه دائمة موجودة دائما جاهزة لا سمح الله في حال أي طارق روح جيب تنكات يعني هذا الكلام كلفنا أنا شخصيا في شركة المصر كلفنا من فوق 250 ألف دولار اللي هي تحسين أو ضاع البنية التحتية اللي وجودة في المدينة الصناعية تماما لما أجينا نقدم في شركة الكهرباء إنه إحنا يا جماعة الخير بدنا 650 أمبير هاي حاجتنا كالصناعة اكتشفنا إنه المولد اللي بده يغذي المصنع طبعنا المحطة طبعنا ما فيه غير 800 أمبير طب يعني إحنا بدنا 650 عام يعني تقريبا 11 شهر وهم ما طلوا فينا شركة الكهرباء لأنه ما فيه قدرة في المحطة هاي طبعا بموافقة الشركة المطورة طب أنا بالجدول اللي أنا عاملها إنه أنا اليوم بحط عمالي 250-300 ألف دولار بس ببنية تحتية أنا مش مسؤول عنها وما لقيتهاش إنها جازة بتأخير ثانية ثانية وشهر شركة الكهرباء ما ربطت لهذا عدم موجود مي وفيه إيميل عندي مثبت لما أنا بطلب فيهم مي في بداية التشغيل بقولهم إنه ما فيه مي بقول لي إنه أرجو يعني الترشيد في الاستهلاك شو ترشيد؟ أنتوا ما صنع بتشغيل عمش يعني مش بالزبط يعني انتخفض الانتاج وإحنا بدنا نزيد الانتاج إحنا يريت إحنا ما كناش لسه في عملية الستارت أب لسه يعني عفت عالي فبقول فهاي المعوقات كل ياتها يعني إحنا أصطدمنا مش أنا لكن فيها لكن كل المصانع الموجودة فيها وأنا بحكي من خلال نورس وإنه اليوم المدينة الصناعية أمام مفرق طرق ومفرق طرق كثير صعب إذا ما كان فيه تدخل حكومة وأنا بحكي لك إنه كان فيه ثبات وثبات خمس سنوات أو ست سنوات في الفترة السابقة أنا ما بدي أتهم حكومة الحكومة السابقة لا أنا مش منه والله اللي براح منقول إنه هو مسؤول لكن أنا بقول إنه اليوم كان فيه عنا فترة ثبات يعني ما فيه فترة عمل نهائي وكان فيه عنا تعصر إلا أنا هذا الحكي كله أدى فيه إلى تعصر في المدينة الصناعية قد أثر عليك مصرف نعم الآن أنا يعني لما بتيجي بحط أنا ثلاثمائة ألف دولار ما كانوا موجودين في الجدول الاقتصادية اليوم أنا محتاجهم في التشغيل بالإضافة إلا إنه أنا فيه عندي إرجاعات ضريبية موجودة عند الحكومة استرداد ضريبية الحكومة بتقول لك أنا ما بتفعلها إحنا عنا مبلغ تسعمائة وستين ألف شكل وللأسف فيه عنا جهزين للصرف لكن بقولك إنه الميزانية لا تسمح في الصرف طب أنا تسعمائة وستين ألف دولي اليوم بيشغلوني منيح عرفت عليه بيطلعوني من ضائقة مالية نتيجة التعثر بعدم موجود بنية تحتية نتيجة عدم موجود كهرباء وعدم موجود مي وإنت عمالك بتأخذ مني الضرائب أنا بتفعها أولي بأول وعنك أنت ما تتفعليش طبعا بدك تحطي هلأ كل المشاريع تقدمت إلى البنوك سواء كان بنوك إسلامية أو بنوك تجارية لكن كلها تأدت إلى تعثر هاي المصانع في الدفع لأنه تأخرت البنية التحتية وتأخر البناء وتأخر الإنتاج أثر سلبا على هاي المصانع الفكرة اللي كان عم بيعملوا البعض وأنا بقول أنه البعض المأجور في أنه يطلعها على أنه هاي المدينة مدينة فاشلة وأنه هدول الناس مش عارفين صنعوا لا أنا بقول أنه كل من يحاول إفشال هاي المدينة الصناعية وإفشال هذا الصرح الاقتصادي المهم في الأغوار الفلسطينية عرفت علي؟ هو لا يمثل رؤية الرئيس سيادة الرئيس محمود عباس بأنه ندعم هذا المدينة المدينة الصناعية ولا أنه نزيادة على الإنتاج هاي فئة مأجورة عرفت علي؟ إلها مآرب في هاي الصورة إفشال المدينة الصناعية أنت لما بتيجي بتعطي يعني أنا كمان مرة لما بتيجي أنت بتقول أنا بعطي قطعة أرض بعطيك امتيازات بعطيك دعم بعطيك كذا ولكن أنت ما بدك تقدم ولا شيء كشركة مطورة طب أنت شو مطلوب منك؟ هو بس جني الأموال يعرفت علي؟ وأنا بقول أنه إحنا اليوم أمام مفرق طرق كمان مرة عبر إذاعة النورس أنه اليوم إحنا أمام مفرق طرق وكان آخرها أنه إحنا كمان أنا بعتقد أنه وزارة المالية إلها دور فعال في فشل المدينة الصناعية نعم بنتيجة عدم صرف المستحقات المالية رح نرجع لهذه النقطة عشان نحددها ونشي معك عند النقطة هاي رح نرجع بعد فاصلة صغيرة كمان يا مانا أخي فادي يعني إحنا على مفترق طرق في هذه المنطقة الصناعية وبالفعل أنت حكيت كلام كثيرا أنت متأثر جدا لأنه إحنا كنا نراهن هذه المنطقة يكون هناك في تشغيل إنتاج حوافز من اسمع حوافز من اليابار حوافز من الحكومة حوافز من كل الجهات لأنه هذه يعني منطقة بتعني إلنا كثير على مفترق طرق وإيش المقصود وشو المطلوب يس إيدي إحنا بداية هاي المدينة الصناعية لو أنها تعمل في الطاقة الانتجية الكاملة تبعها هي توفر تقريبا من 2000 إلى 3000 أيدي عامل نعم وهذا بيقضي على إيش أسمه بطالي في مدينة أريحة تماما يعرفت علي؟ نعم يعني أبدأ حكي لك شغلة واحدة إحنا كمصنعنا لما أجد شركة الكهرباء وما شاء الله عنها عملت في فترة الصيف اللي هي نظام التعوز اللي هو نظام الضروة نعم رفعوا علينا سعر الكهرباء من 79 أغورا شامل ضريبة لشكله 48 خلونا أمام خيار إنه إحنا بس نشتغل في الليل وما نشتغل شف تاني إلى الفترة العمل يعني إحنا كمصانع عصير وكل بيعرف شو مصانع الماء والعصير هي فترة العمل تبعتها خيار إنه نشتغل شف تواحد فقط لأنه بالنهاية إنك أنت بدك تدفع اللي بدك تربحه أو أنت بدك تنتجه بدك تدفعه لشركة الكهرباء طب وين الحوافز بالضبط تماما إنك أنت كشرك يا أخي شركة كهرباء أنت وين الدور الحكومي بإنها تراقب شركة الكهرباء مدينة صناعية أنت بتزيد عليها ثلاث أضعاف ومعنه يعني حتى على مستولة إذا بتدعم الكهرباء حتى يصير تشغيل أكيد وحتى يصير كمان عائدات ضريبية للحكومي مية في المية ويكون هناك برضو فرص حمل لأن مشاهدين أفهم يعني هذا المعادل هاي غريبة جدا نعم يعني إحنا أمام كماشي يعني شركة الكهرباء بترفع سعار الكهرباء ما في حدا بخطيبها إحنا اليوم كوب المي عندنا أربعة شيكل ونص ولكل بعرف إنه حتى في أفضل مدينة خلما أنا ما بدأ أجيب مثال المدن الصناعية الموجودة في إسرائيل لكن أنت بتحكي عمالك على 60 أغورا و70 أغورا حتى سعر كيلو الكهرباء موجود في المدن الصناعية مدعوم بيطلع 48 أغورا لما أنت كشركة كهرباء وطنية بتدفعني شيكل وشيكل ونص على الكيلو يعني ما تشتغلش وتماما هذا اللي صار المدينة الصناعية كانت عبارة عن مدينة أشباح هذا الصيف كل من أجع على أوزار مدينة أريحة صناعية زرائيل خلال النهار في مدينة أريحة لقاها مدينة أشباح لأنه شركة الكهرباء فرضت علينا منع تجول صباحا واشترينا أن نشتغل في الليل عشان تعرفه تكون أقل عشان بالزبط أقل عساس إحنا توفي معنا في الإنتاج اليوم إحنا بدون مقومات أساسية اللي هي سعر كهرباء سعر مياه وبدون دعم حكومة إحنا لا نستطيع العمل والاستمرار في هاي المدينة الصناعية ولما أنا قلت إنه إحنا أمام مفرق طرق إحنا بالفعل أمام مفرق طرق على أنا وأنا هون من خلال برضو إذاعة النورس بناشد سيادة الرئيس فخامة الرئيس محمد عباس ودولة الرئيس محمد الشتاير رئيس الوزراء بإنه يا جماعة الخير إحنا اليوم موجودين 16 مصنع موجودين في المدينة الصناعية من ناشتكم في التدخل السريع من أجل إنقاذ مصنعنا الرصاصة الأخيرة اللي عملها اللي بتطلقها علينا وزارة المالية الآن اللي هي فرض ضريبة الدخل 15% على المنحة اليابانية يعني إنك أنت أول إشي أخدوا مننا فرق عملة 16-17 ألف دولار المنحة ضلت عندهم 4-5 شهور يعني أعطيني مثل بالله عليك يا أخفاني أنا عشان المستمع بالبساطة أنتوا كمصنع كان لكم مخصص لازل تأخذ 500 ألف كنا لازم نأخذ 500 ألف وانتوا استعتبرتم قديش طبعا إحنا المشروع تابعنا كلف بحدود من 3.8 مليون دولار لحديث 4 مليون دولار طبعا المصنع مقام على مساحة أرض 4000 متر مربع مساحة المصنع الإجمالية المبنى عليها تقريبا 2500 متر مربع فيها خطين إنتاجي يعني إحنا اليوم لما أجينا على قدمنا للمنحة اليابانية مفروض طلعنا نصف مليون دولار 500 ألف لكن أجو قالوا أنه لا والله في شركات تانية وإن كنتم إخوه فتقاسم وقلنا إحنا مع الحل العادل تماما فلقينا أنه أنتوا في لكم تسع إخوة لما قدمنا طلعنا طلع لما إحنا أجينا على المشروع وبنينا ما طلعش إلنا ولا أخ طبعا طبعا إحنا كنا وجينا لحالنا وطلع لنا المبلغ بحدود 300 ألف دولار طيب وراح لـ 200 ألف 300 ألف دولار اليوم 300 ألف دولار طبعا نسلوا في خزينة وزارة المالية وزارة المالية ما بعرف ما فرق ما بين عملة ودنار ودولار ويورو أده إش راح منهم راح منهم تقريبا 22 ألف دولار أده إه 22 ألف دولار ألا لما أجينا 22 ألف دولار بعدين أجيو قال في ضريبة أملاك وضريبة مش عارف إيش نخصم كما على الأرض المستأجرة عرفت علي ومندفع 36 ألف دولار في السنة 9 ألف 36 ألف دولار غير الخدمات صديق عرفت علي وهلأ بفرضوا علينا يعني إحنا خلينا نحكي على 315 في نية بتحكي عملك على كمان 50 ألف دولار بالإضافة للـ 60 ألف دولار الي هم هناك أخدوهم يعني بنطلع هو الحكومة أو بزارة المالية شركك في المنحة يعني بالتالي إنه خلينا نكون صدقين كل اللي بيصفي لك بجوز 150 ألف دولار طب وانت بالمقابلة اللي انت حطيت في البنية التحتية طبعا أنا حطيت 300 بالزبط يعني تماما هيك 300 ألف دولار حطيتهم أنا طبعا راحوا لأنه إحنا لما منيجي من طالب وبالعكس تماما اليوم الشركة المطورة عملها بترفع إختارات بالإخلاء يعني أنا ودوا لي إختار بالإخلاء إنه عشيك عليك 15 ألف دولار إخلاء مبنى بأربعة مليون دولار مصنعا بأربعة مليون دولار بعتوا لي إخلاء عشان 15 ألف دولار فإحنا اليوم مطلبنا واضح الشركة المطورة اللي وظفتها إنها تساعدكم بالزبط هي شركة أنا كمان مرة هي شركة خاصة هي مش شركة مطورة هي شركة خاصة ربحية يعني هي مستثمرة زينا تماما لكن هي تقدم إلها الأراضي مجانا تقدم إلها يعني تعال نحكي خلينا السولر بانيل تقدم إلها مجانا في عنا 12 هنقر بناهم اليون دي بي بعن الحكومة اليابانية اليوم إذا بتيجي بتزور عنا في عمالهم بيعملوا 3 طوابق 3 طوابق في المبنى الإداري يا أخي أنت عمالك بتبني لي 3 طوابق مبنى إداري طب أنا بحاجة لبنية تحتية مش مباني إدارية أنا بدي تشغيله أنت أنا بدي بالزبط أنا بدي بنية تحتية لما صمح الله يصير عندي مشكلة في الدفاع مدني بدي يكون موجود بدي يكون عندي نقاط ونقاط إطفاء بدي يكون في عندي 100 أساسي في عندي إش أساسي أنت بتكدع عمالك في انطلاق المرحلة الثانية طب خلص المرحلة الأولى شوف شو ناقصها شوف عشو في عندك التزامات أنا بحكي بحال كل المستثمرين وأنا مستعد أجيب لك إيهم كلياتهم يعني مش إنه تقول والله إنه فادي متعصب أو هو ضد لا إحنا هذا حالنا تماما يعني إحنا بس اللهم نصبح في مشكلة ونخلص في مشكلة ما في يعني اليوم إحنا أعطيني يا أخي أفكر في زيادة الإنتاج أعطيني أنه أنا أحكي بطريقة بطريقة إنه أنا أزيد الإنتاج تبعي أعمل أعمل زيادة أيدي عاملة أنافس في السوق الفلسطيني يعني يا أخي فادي أنت بتقول لي آه مأسوم لا تاكل فادي إحنا بنحكي بشفافية أكيد يعني منطقة صنعية بنسمع عنها ونقول استثمارات ونقول الله يعينكم حطيته هذا الاستثمارات وبنفس الوقت بنسمع عن حوافز الياباني بتدفع اليواندي بيدفع إقامة مشاريع كوريدور سلام وا 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 هذي المصاري اللي تيجي لدعم هذا المنطقة الصنعية ما بتوصلكم أنتو كمستثمرين يا سيد إحنا كمام مرة المستثمرين ما حصلوا عليه كأموال هو فقط ما تم تقديمه عبر المنحة المنحة اليابانية يحكي عنه راح تمام لا باقي الأمور مثلا الحكومة اليابانية تقدمت في أنها تقوم في أعمال سولر بانيل صحيح طاقة شمسية بديلة للمصانع الموجودة دخل المطور معها أنه هو شريك في هذا الموضوع بحيث أنه يستخدم أسطح الهناجر الموجودة وهو أنت تطبق ويأجرها هو بقول لك أنت لا تملكها كمان آه أنك أنت كمستأجر طبعا هذا لا ينطبق على اللي بانا لا هو بنحكي عن من عشان نكون يعني صفتي يعني اللي مبنيات المستأجر نعم المستأجر هنجر مبني هو لا يملك سطح الهنجر لا يملك سطح الهنجر وأنه هنا الشرك المطورة مع الحكومة اليابانية قاموا في استثمار ما بينهم بأنه يبنوا سولار بانيل وأنك أنت بتستفيد من 10% طب أنا بأملك صقفي ليه أملك 10% يا أخي أنت خود مقابل التشغيل 10-15% بما أنك أنت الحكومة اليابانية مقدمة هذا إشي من حالة الشعب الفلسطيني وخلينا أنا أستفيد 40-50% إذن إحنا ندعم اقتصاد فلسطيني خلينا نقول أنه أهم ركائز الإنتاج اللي هي الكهرباء مزوطة للأ وفيه عندنا دولة مانحة قدمت لنا في هذا الإشي طب ليه إحنا لازم نستغله ونحطه ونعبي في جيابنا فيه تعال قدمه للمستثمر المستثمر هذا بزيد عدد الإنتاج خفف التكلفة بيكون منافس في السوق بزيد عدد زعادة العمل بزيد الأيد العاملة بيدفع زيادة ضرائب للحكومة لكن إنك أنت تجي بتفرض عليه سعر مي غالي وسعر كهرباء غالي وكمان مرة وضرائب موجودة واختراط يعني إحنا اليوم أمام وضع كارتي إذا ما كانش فيه تدخل حكومي لحل هاي القضايا كلياتها المصانع هاي جميعها مهددة بإغلاق أبوابها وأنا أعي ما أقول تماما أنا بقول لك أنه آخر إشي كان اللي هو القصة الضريبة الدخلة اللي موجودة أو عمالة بتفرضها حتى أنه يا أخي أنت طب تفرض علي ضريبة مش ضرور أنك توقف علي براءة الذمة اللي هي للضريبة المضافة وضريبة كذا هذا بمنعني أنه أنا أصدر ترخيص الاستيراد والتصدير فيه عندنا أحد المصانع الآن موجود بده يصدر فضاء على الخارج نتيجة أنه حطوا علي الضريبة طب يا أخي أنا ما بعرفش نعم ابتمنع عني أنه أنا أطلع طلع لي ورقة يعني بيقيدوا بحطوا تماما إذا ما دفعت ما بتأخذ عبراء الذمة ما دفعت ما بتأخذ ترخيص طب وين الحواف الزلة الاستثمارية وال يا سيدي تجيع الاستثمار يا أخي فرد ما إحنا لحد يتوقع في المدينة هاي إحنا اللي منشوفه عمالنا شعارات شعارات رناني ما فيه إشي عمال يصير على أرض الواقع وإذا ما كان فيه تدخل سريع وعاجل لإنقاذ المدينة الصناعية هذول المصانع أنا بقول لك اليوم إنه هي أمام خيار صعب تمام إنه هو إغلاق قد يش قيمة الاستثمارات اللي في هذه يعني إحنا بنحكي عمالنا حاليا على 16 مصنع بتحكي عمالك من 80 إلى 100 مليون دولار قيمة الاستثمارات لو رجع فيك الزمن شوي صغير بعد هذه التجربة حتما ما بكون في مدينة الريحة الصناعية الزبعية تلعنا فاصل أخي فادي يعني موضوع كتير مهم ونحن نقول بدون ما يكون عندنا استثمارات وتشغيل سمراء شو المطلوب للمنطقة الصناعية كمستثمر؟ يعني إحنا كما مرة بموضوع الصمود يعني إحنا بنحكي عمالنا على شركات عمالها بتعاني تقريبا صارت تقريبا خمس سنوات وإنت بتعرف يعني أنت بتحكي عمالك على شركات هي شركات جديدة يعني أكيد في عندك معوقات أساسية معوقات مالية لكن هالشركات موجودة وصامدة عمالها بتكافح 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 من أهم الأشياء الموجودة والمطلوبة عفوا المطلوب اليوم اللي هو خليني نحكي حلول جذرية لكل المشاكل الموجودة في المدينة الصناعية واللي هي أهم حلول مشاكل البنية التحتية الدفاع المدني عماله برفض يعطينا طرخيص للمصانع الموجودة في مدينة أريحة وعمالنا إحنا بنتكلف بأشياء زيادة لأنه أصلا المدينة غير محرم طب ليش الدفاع المدني برفض يعني فيه لواقس لا مش برفض لأنه والله هو يعني برفض لا هو برفض أكيد إحنا ما من لا سمح الله ما من شكك في دور الدفاع المدني في المحافظة على أمين وزلامة المصانعنا وكذا لكن لا هو برفض لأنه عدم وجود بنية تحتية في المدينة الصناعية هذي أثر سلبا علينا كمصانع وخلينا نقول أنه زادت من العبئ على هاي المصانع بأنه يقوم فيها مثلا أنه يضع مضخات إضافية طبعا مضخات المطلوبة عشرات ألاف الدولارات عدم وجود نقاط إطفاء بتخليك أنك أنت لازم تعمل حوالين المصنع تبعك نقاط نقاط مي لتزويد أو تفريغ يعني هاي كل الأمور هلأ عدم عدم إصدار طراخيص مش أنه والله أنه ما بدوز بالعكس سماما الشباب ما شاء الله عنهم متعاونين معنا لكن هناك ضعف بالبنية التحتية لكن هذا الضعف مش المستثمر لازم يتحملها لازم يتحملها اللي هم أصحاب أصحاب الاستثمار الرئيسي في المدينة الصناعية اللي هي الشركة المطورة والحكومة تحمل دور كبير ونهيئة المدن أنه تيجي هي وتطلع على دورها في هاي المدينة الشغلة الثانية اللي إحنا بحاجة اللي هي وخلينا أنا أفيدك يعني أنه إحنا اليوم بالمدينة الصناعية بدون ما يكون في عنا إيجار يخي خلينا نأخذ أشقائنا في المملكة الأردنية الهاشمية والمدن الصناعية الموجودة هناك يعني هي أكبرت إحنا بدلا من نروح نطبق التجربة الصينية ولا نروح نجرب من براء طبعا إحنا إنها تجربة أردنية رائعة جدا تماما أردور إحنا يعرفت بالزبط تماما وهم عندهم إيجار منتهي بالتملك يعني بيقول إنه إحنا ما عندنا مشكلة يحفظ جميع الحقوق لكن إنه إحنا بدنا بالنهاية أنا كمستثمر فلسطيني بجع مالي بدفع أجر طب أنا بدظني أدفع 36 ألف دولار لأيمتار كان اشتريت في أي منذ بالزبط كان أنا بشتري لأيمتار لكن إنتي بدك تشجعني إنه أنا بملك هاي الأرض طب عرضتوا هاي الفكرة على الله إحنا عرضنا هاي الفكرة لكن يبدو إنه في ناس ما رقت لهم هاي الفكرة عرفت علي لأنه المستثمر عبارة عن نبع عرفت علي وممكن إنه إحنا نستغل وضلوا يدفع 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 لكن إذا أنا بحصل على إيجار منتهي في التملك أكيد هذا الإشي بيشجعني طبعا بيشجعني في زيادة استثمار لأنه هاي بالنهاية الأرض هاي إليه وتوسع وبتوسع فيها بزيد خطوط إنتاج بعمل طبعا كمان مرة عشان أنا ما يقولوش إنه والله الزلمة هذا بس بده أرض ويستثمر فيها من حق المستثمر هي تماما حق المستثمر لكن كمان أنا بهمني شغلات تانية اللي هي أول إشي توفير سعر مناسب للكهرباء توفير بنية تحتية توفير تخفيض سعر المياه بعدين يعني الشغلة الأهم إنه إحنا المؤسسات الحكومية الفلسطينية توجد خلينا تيجي نعمل اجتماع موسع للمدينة الصناعية ولأنه إحنا عمالنا نبني كمان مدن صناعية في جنين وفي ترقوميا وفي خلينا نعمل ألية معينة بما أنه أخطأنا في المرحلة الأولى في بدينة أريحة سمعية وفي أخطأ لجب أن نصلحها أولي شيء حماية المستهد حماية المنتج الفلسطيني في عصائر بتيجي من بره عمالها افرض عليها ضرائب تمام بيجي عماله أشياء منافسة لصناعة موجودة عندنا في فلسطين افرض عليها ضرائب إضافية لأنه إحنا لا نملك الحدود إحنا دخلت لتحمي السوق أكيد حماية المنتج الفلسطيني هذا كتير إشي مهم لأنك إذا أنت بتحمي المنتج الفلسطيني طبعا المنتج الفلسطيني هذا اللي جايبيني بتشرف فيه دائما لما إحنا منيجي منحمي المنتج الفلسطيني أكيد منزيد من صناعته منزيد من إنتاجه فأنا بقول أنه دور الحكومي كمان لازم يجي هون عندنا يكون في زيادة زيادة الضرائب اللي هي على البضائع المستورة تماما إذا في عنا في أسواق إسرائيلية بتيجي ما ويمكن أن إحنا لكن إحنا بنقدر كضابطة جمهورية وكيد يعني من أنجح الناس اللي هم يشغلين إخوانا في ضابط الجمهورية في حماية السوق الفلسطيني من أي منتجات بتدخل عليه لكن أنه إحنا نفرض برضو على البضائع الإسرائيلية الموجودة علينا من الخارج نفرض عليها ضوابط معينة نفرض كتير أمور فكتير فيه شغلات ممكن أنه إحنا نلحق نعم أنه نعملها بالتكاثل جميل أهم طلبهم مباشر إسعاف طوارئ اليوم لكم يا سيد العزيز هو مش طلب واحد هو عدة طلبات أولا الإسعاف 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 اللي هو أول إشي اللي هي يعني كما مرة تدخل حكومي بصرف العائدات الضريبية بشكل سريع للمصانع لأنه الأزمة الاقتصادية اللي موجودة فيها فلسطين بشكل عامي تؤثر أكيد على كل أبناء الشعب الفلسطين لكن كمصانع عاملة بتفرم من المصانع بالضبط تماما يعني المبالغ الموجودة اليوم في وزارة المالية طبعا هي يعني ما أعرف في مبالغ موجودة لكن أكيد مدام يصرف لفلان وفلان أكيد في باقي ميزانيات عرفت علي بالضبط تماما يعني كان وأنا ما أبدأ خش في خلينا على المصانع خلينا على البر زي ما بقولوها لكن بما أنه كان في زيادات للوزراء للسابقين بالنسبة 3000 دولار وكل واحد أخذ 81 ألف دولار أكيد في للمصانع يعني أنه هذا أهم من بالعكس المصانع ما هي ما بتجاوز 81 ألف دولار كل مصنع والمصارع هترجع المصاري فورا بالضبط تماما يعني ما عنديش مشكلة أنت بتقول أنه أنا ضريبة الدخل 20% مدام أنا ببيعه باشتريب وين مشكلة أدفع 25% لكن أعطيني أشتغل أعطيني أشتغل عشان أنتج عشان أدفع لكن أدفع بدون ما أنتج إذن الاستداد الضريبة الاستداد الضريبة بالضبط تماما إيجار منتهي بالتمالك حل مشاكل البنية التحتية اللي موجودة في المدينة الصناعية حماية المستهلك عفوا حماية المنتج الفلسطيني وحماية المستهلك الفلسطيني لأنه اللي بييجي من بره إحنا ما مش مطلعين عليه يعني هو بيجي علينا المانئ الموانئ الإسرائيلية هو خلاص صار إجباري في السوق الفلسطيني صحيح فيعني يريت أنه إحنا تشكيل لجنة إذا إحنا بدنا نحصر الأمور تشكيل لجنة حكومية برتقيها من عدة وزرات طبعا اللي هي وزارة المالية وزارة الاقتصاد بلدية أريحة وين دروا رغف التجارية يا سيدي إحنا بصراحة لما أجو بنوا المدينة الصناعية وانت مش عارف نبدأ خليك تحكي إحنا لما أجو بنوا المدينة الصناعية في أريحة هم يحيدوا كل هي المؤسسات هي المؤسسات كلها وحصروها في هيئة المدن هي مؤسسات نقبية أكيد هم يحصروها في هيئة المدن يعني قالوا عندك شركة مطورة وهيئة مدن فقط لا غير طب وين بلدية أريحة يا جماعة الخير وين غرفة تجارية وين غرفة تجارية في أريحة وين المحافظة نعم الآن هذا الحكي كله صراحة يعني إحنا بدأنا نلمس تغير معين عشان الواحد يحكي كؤدينا وضميره طبعا هناك في استغيير في سياسة وزارة الاقتصاد ربنا الله الأخونا أبو زهير وإحنا هو برفض نقول على السيلي طبعا ربنا الله الواحد يحكي اللي إله ولي عليه هو أنا عجبتني مقالي هذي كل يوم يقول إنه هو شيخ الوزراء يعرفت علي أو شيخ الشباب يعني بسم الله ما شاء الله شغال من مكان لمكان من مكان لمكان من مكان لمكان لكن أنت بتحكي عمالك على 8 سنوات هناك ثبات تام فقد يش بقدر إنه معالي وزير الاقتصاد إنه يحل هاي المشاكل كلها لكن أنت لاحظ إنه اليوم 80% من الأخبار الموجودة هي عبارة عن وزارة الاقتصاد وما يقوم فيه وزير الاقتصاد نعم جزارنا مرتين في المدينة الصناعية خلال شهر يعني مستر إنه يسوي تغيير نعم إحنا عمالنا بنلمس نوعا ما تغيير معين يعرفت علي لكن وزير الاقتصاد بيد واحدة بيد واحدة ما بتزيف يعني وزير الاقتصاد بحاجة إلى وزير مالي يقول له أكي للصرف صحيح بحاجة إلى مثلا وزارات أخرى تانية إحنا حظة وزيرة أشغال وزير أشغال وزير العمل وزير كذا يعرفت علي بحاجة إلى كتير وزارات تتكاثف عساس تحيل مشاكل المدينة الصناعية أو مش بس بحاجة لشركة الكهرباء بحاجة لشركة الكهرباء بسلطة الطاقة يعني أكيد هو عماله بيقوم في أعمال جبرة لكن عمالنا منشوف أنه المحافظة أخذت دوره جديد أخونا أبو العسل ما شاء الله عنه برضو ببلش يدخل في المدينة الصناعية بالضبط بحيث أنه يعني أنه في مشاكل تنوجد يعني هاي الكلام بلدية أريحة بلشت تأخذ دورها غرفة تجارية يعني كان فيه برضو الوزير شكل اللجنة توجيهية من أجل المدينة الصناعية يعني أنت متفائل أخي فالي يا سيدة أنا دائما متفائل لا متفائل لا متفائل لا متفائل أكيد بس متفائل حذر إحنا منقول دائما إذا ما كان هناك حلول يعني موجودة هذه مسيرة بدأت تمشي مش شعرات هذه مسيرة بناء يعني وبتلامس كل نبض حياتنا ومرتبطة في اقتصادنا وهويتنا إذا ما كان هناك توقف يعني يعني معالجة للمشكلات مع كل الجهات من الصعب أنه تستمر هذه المسيرة صحيح وعشان يكون وحد علي دوره وأنا بأمل دائما في شغلة تانية يعني إحنا اليوم اللي هي انطلاق المرحلة التانية في المدينة الصناعية الزرقية يا أخي ما عندنا مشكلة إحنا بنتمنى يكون في مرحلة تالتة الشكل مطوري نعم إحنا نتمنى نكون في مرحلة تالتة ورابعة وخمسة نعم وبنتمنى إحنا نوصل للأردن وإحنا في المناطق الصناعية إذا كانت الأمور متاحة نعم بناء أسوار وبناء وتحضير إدارات يعني مكاتب يعني بالضبط الآن قبل ما أنت تقوم في هاي الأعمال وفر احتياجات التشغيل بالضبط تماما حل مشاكل المرحلة الأولى نعم حل جذري نعم تمام وهذا للشركة المطورة نعم حل مشاكل المدينة الصناعية حل جذري تماما نخلي عندك الشجاعة تقول إنه إحنا أخطأنا في واحد تنين تلاتين أنا بستحيش دايما أن أقول أنا كمدير تنفيذي لشركة المصر لكن إنه أنا أتعنت في إدارات سابقة وعندنا إدارة اليوم جديدة في الشركة المطورة أجت ما بنا نحكي دايما أنه اللي راح والله هو اللي بيحمل كل واحد بتحمل لكن الشجاعة بتكون في إنه أنا أجي ألاقي إشي غلط أوقف الغلط أوقف النزيف أعالجه نعم وأنطلق بقوة صحي إحنا بحاجة إلى من يقوم بعلاج هذا النزيف الموجود في المدينة الصناعية الزراعية وهذا إشي سهل مش أشياء صعبة ممكن تتكاثف جميع وإحنا المستثمرين أنا بحكي الآن بإسم جميع المستثمرين نعم نحن كمستثمرين في مدينة أريحة الصناعية الزراعية مش أجينا بس عشان نظلنا نشكع الهوى ومش عشان نظلنا نأخذ أموال لا إحنا جايين نستثمر ونزيد عدد الأيد العاملة جايين نرفع من اقتصاد عظيم بصبنا نقول يا الله ما حدا بيقول بيطلع من بيته بيقول يا الله ربنا يرزقنا رزق الحلال لكن إحنا مستعدين وإيدنا ممدودة تماما لأي جهة بدها تقوم بتصويب الوضع في المدينة الصناعية الزراعية إحنا رح يشوفنا إنه إحنا ويا كتف بكتف وإيد بإيد أنتوا رح تنتظروا يا فادي ولا رح تتوجهوا لهذه الجهات كمان إحنا عمالنا من دق الأبواب يعني بصراحة يعرفت علي يعني كمان مرة إنه في هناك صبر لكن هذا الصبر بلش ينفد عند البعض لأنه بالنهاية في عندنا التزامات مالية يعني أنا يعني لما أنا ما بشتغل عندي العمال أنا آخر الشهر لازم أوفر لهم الراتب لازم أوفر كل في كتير يعني كتير في عندنا التزامات مالية يجب أنه نوفرها لكن ممكن أنك أنت نتيجة الضائقة المالية أنك توفرها شهر شهرين ثلاثة أربعة خمسة بس إلى ما لا نهاية بوجود ظروف غير مهيئة للاستثمار والبناء يعرفت هذا اللي إحنا بنأمل فيه من عبر إذا عدتكم النوراس وصحيفة القدس كمان وصحيفة القدس طبعا أخي فادي يعني كلمة أخيرة راح نسمع منك كلمة أخيرة قبل ما نودعك لأنه إحنا في آخر محطة في البرنامج وحكيت كلام كتير مهم كلمة أخيرة راح أسمحها بعد الفاصل أخر كلمة طبعا وش آخر حديث راح أكون أخيد راح أكون معكم إحنا أول بأول وممثل وكل المصانع اللي موجودة في المنطقة الصناعية إذن ممثل الشركات اللي عاملة في المنطقة الصناعية الزراعية في أريحة حبيبنا رجل أعمال فادي بكير كلمة أخيرة أول شي بشكرك على اهتمامك صديقي وبتمنى لك دائما التوفيق في إذاعة النوراس كلمة أخيرة بنقول إنه إحنا كمستثمرين راح نظلنا صمدين في فلسطين وفي المدينة الصناعية لأنه خلاص ما عادش في مجال مش راح نرجع مش لأنه بنا نرجع لأنه إحنا مصممين تماما على البناء يعني وردته خلاص لا إحنا مصممين تماما على البناء والإنتاج وأنا بحكي بأسم جميع المستثمرين إنه إحنا جهزين تماما لأنه بما رؤية دولة رئيس الوزراء لإنفكاك الاقتصادي يأتي عبر المدن الصناعية وعبر المصانع والإنتاج فإحنا راح نظلنا صامدين وجاهزين ومندعو إنه للجهات الحكومية إنها تيجي وتدخل في هذه المدينة الصناعية لأنه يمكن عمل شيء معين قبل فوات الأوان وأكيد راح تكون المنطقة الصناعية جزء من العنقود عنقود أريحة الزراعي الصناعي السياحي في هذه الكلمة بدأ أنهي طبعا بدأ أشكر ممثل الشركات العاملة في المنطقة الصناعية الزراعية رجل أعمال فادي باكير بشكرك شكرا جزيلا اشتركوا في القناة